بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين اللهم آمين اليوم عزائي متابع القناة سوف نسرد عليكم تفسير ودلالة رؤية الفول المدمس في المنام سوف نتعرف على المعاني والدلالات المختلفة والمتنوع لرؤية الفول المدمس في منام سواء كان في منام الرجل أو الشاب الأعزب كذلك الفتاة العزباء والمتزوجة وأيضا المطلقة والبدء مع رؤية الفول المدمس في منام الرجل ففي حالة إذا ما رأى الرجل في منامه أنه يقوم بطبخ الفول دلالة ذلك على فرصة عمل مميزة سوف يستطيع هذا الرجل صاحب المنام الحصول عليها سوف تقوم فرصة عمل في مكان مرموك مميز سوف تجلب له الكثير من المال بإذن الله والله أعلى وأعلم وأما في حالة إذا ما رأى الرجل في منامه أنه يقوم بشراء الفول المدمس وهو سعيد دلالة ذلك على الخير والبركة والرزق الكثير والسعادة والسرور في حياته القادمة أي رؤية شراء الفول المدمس في المنام تكون من الرؤى المحبوبة والمبشرة وفي حالة إذا ما كان في المنام يأكل الفول المدمس ولكن يبدو عليه الحزن والضيق دلالة ذلك أن هذا الرجل سوف يستطيع التمكن من حل كل المشكلات والعقبات التي تواجهه في حياته بإذن الله أما عن تفسير رؤية الفول المدمس في منام الشاب الأعزب فهي كلادي ففي حالة إذا ما رأى الشاب في منامه أنه يقوم بأكل الفول دلالة ذلك على قرب موعد زفافه من فتاة حسناء تتمتع بيئة السمعة الطيبة بإذن الله ورؤية الفول أيضا يكون دلالة وإشارة على الحصول على فرصة عمل جيدة بإذن الله وفي حالة إذا ما رأى الشاب الأعزب نفسه في المنام يقوم بطبخ الفول دل ذلك على حصوله على الخير والبرقة في حياته والله أعلى وأعلم هذه هي أهم أبرز تفسيرات ودلالات رؤية الفول في منام الشاب الأعزب أما عن تفسير ودلالة رؤية الفول في منام الفتاة العزباء فهي كالآتي إذا رأى الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بطبخ الفول ويبدو شهي في المنام فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المحمودة المحببة لإن تلك الرؤية تكون دليل على التخلص تلك الفتاة العزباء من كل المشكلات التي في حياتها وعن شراء الفول في منامها وكانت تبدو عليها علامات الفرح فأيضا تلك الرؤية تكون من الرؤى المحمودة لإن دلالة تلك الرؤية هو الحصول على الرزق والخير بإذن الله الفول في منام الفتاة العزباء يكون دلالة وإشارة على الزواج من رجل صالح زومة كان مرموقة ومميزة وفي حالة إذا ما جاعت الفتاة في المنام وقامت بأكل الفول المدمس وكان يبدو عليها الضيق أو الحزن فإن تلك الرؤية تشير وتدل إن تلك الفتاة سوف تحصل على النجاح والتقدم في دراستها بإذن الله وسوف تكون مميزة عن باقي الزملاء وسوف تحصل على أعلى الدرجات بإذن الله والله أعلى وأعلى أكل الفول في المنام وخاصة منام الفتاة العزباء يكون دلالة وإشارة على أن تلك الفتاة سوف تستطيع تحقيق أحلامها وطموحها في الحياة والله أعلى وأعلى هذه هي أهم أبرز تفسيرات رؤية الفول المدمس في منام الفتاة العزباء أما عن تفسير ودلالة رؤية الفول المدمس في منام السيدة المتزوجة فهي كلادي إذا رأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تقوم بشراء الفول من بائع في السوق دل ذلك على إن تلك السيدة يحبها زوجها حبا كثيرا لإن شراء الفول دلالة على محبة زوجها لها والله أعلى وأعلى وإذا رأت في منامها إنها تقوم بأكل الفول فإن تلك الرؤية تكون من الرؤية المحمودة المحببة لإن تلك الرؤية تكون دلالتها وإشارتها هو إن تلك السيدة سوف تستطيع تحقيق أحلامها وأهدفها القادمة بإذن الله والله أعلى وأعلم أما عن تفسير ودلالة رؤية الفول المدمس في منام السيدة الحامل ففي حالة إذا مرات السيدة الحامل في منامها إنها تقوم بأكل الفول وكانت سعيدة فإن تلك الرؤية تكون من الرؤية الجيدة لإن تلك الرؤية تكون دلالتها وإشارتها إن تلك السيدة الحامل سوف تستطيع تحقيق كل أحلامها وطموحها بإذن الله أما عن شراء الفول المدمس في المنام فإن تلك الرؤية أيضا تكون من الرؤية الجيدة لإن شراء الفول المدمس في منام السيدة الحامل يكون إشارة ودليل على إن تلك السيدة قد اقترب موعد ولادتها وسوف تكون ولادتها سهلة وميسرة بدون متاعب أو مشكلات وسوف تكون بصحة جيدة هي وجننها أو طفلها بإذن الله والله أعلى وأعلم هذه هي أهم تفسيرات رؤية الفول المدمس في منام السيدة الحامل أما عن تفسير ودلالة رؤية الفول المدمس في منام السيدة المطلقة فهي كالذي الفول في منام السيدة المطلقة يكون له دلالات مختلفة ومتنوعة حسب الحالة التي رأت فيها السيدة الفول في المنام ففي حالة إذا ما رأت السيدة المطلقة نفسها في المنام تقوم بأكل الفول وكانت سعيدة بذلك كثيرا دل ذلك على أن تلك السيدة سوف تستطيع تحقيق ما تتمناه وسوف يحدث ما تتمناه قريبا بإذن الله والله أعلى وأعلم وفي حالة إذا مرات السيدة المطلقة نفسها في المنام تقوم بشراء الفول وتظهر عليها علامات الفرح والسرور فإن تلك الرؤية تكون أيضا من الرؤى المحببة الجيدة التي تبشر تلك السيدة بالرزق الحلال بإذن الله والبركة في حياتها والله أعلى وأعلم وأما في حالة إذا مرات السيدة المطلقة في منامها إن زوجها الصابق يقدم لها الفول فإن تلك الرؤية تكون بها رسالة معينة لتلك السيدة رسالة تلك الرؤية هو إن زوج تلك السيدة السابق يحاول أن يقدم لها الصلحة والمحبة وسوف ترضى تلك الزوجة بهذا الأمر وسوف تحصل على حياة مستقرة مع زوجها والله أعلى وأعلم هكذا نكون قصردنا عليكم أهم وأبرز تفسيرات ودلالات رؤية الفول المدمس في المنام سواء كان منام الرجل الشاب الأعزب الفتاة العزباء السيدة المتزوجة وأيضا الحامل والمطلقة عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته